المثل ده مش مثل العجازة اللي مش قادرين يدخلوا المنافسات ويدخلوا الصراع أبداً المثل ده مثل الحكماء مثل العقلاء مثل المتطمنين مثل اللي قلوبهم منورة بالوصل مع رب العالمين ليه بقول كده؟ لأن في بعض الناس بيقولوا أن الكلام ده ما ينفعش في زمن المنافسة لازم تجري جاري الوحوش عشان تقدر تكون منافس على فكرة لما غابت الأمثال ده من حياتنا التنافس عندنا اتقلب لصراع وساعتها توحشنا في طلب الرزق لكن المصريين عايزين نقولك بلاش التوحش في طلب الرزق ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما تتوحش في طلب الرزق ما تتحولش وحش تنهش ده وتدوس على ده وما تبقاش خايف على رزقك ليه؟ لأن مولك تمنك وهد بالك وأمنك وقال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم جيبي البلسم كمان وطيب أولوبنا وقال لنا كلام مليان نور وبركة فقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب الرزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته يعني إيه؟ اوعى التنافس والتوحش في طلب الرزق يخليك كمان تتوحش لدرجة أن أنت تنسى أن أنت مكرم بالمدد الرباني أن أنت مكرم بأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كفيك أليس الله بكاف عبده يبقى أنت لازم تعرف كويس قوي أن أنت مرزوق وأن أنت عبد لله وأن أنت عايش بالله سبحانه وتعالى بس برضو من الضرورة أن نحن نفرق ما بين الأخذ بالأسباب والطمع أو الرغبة في التملك لمجرد مطعة الشراء وعلينا أن نحن ناخد بالأسباب عشان نوصل لذوق طعم حلاوة حلاوة العطاء من الله سبحانه وتعالى يبقى إحنا بناخد بالأسباب ليس عشان نتنافس بمعنى أن نتوحش في طلب الأرزاق لكن إحنا ليه بناخد بالأسباب عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو أنكم توكلون على الله حق تتوكله لنرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصاً وتروح بطاناً يعني إيه؟ نحن نتحرك في طلب الرزق لأننا نعتقد أن هذه الحركة تجعلنا نذوق حلاوة مدد لله سبحانه وتعالى ونعيش مع الله سبحانه وتعالى بالمحبة وبالبد وخليكم فكرين أن مصرين هنا بيخلصوا وبيلخصوا كلام من جوامع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك جفت الأقلام وطويت الصحف خلي بالك كل شيء عند الله بقدر شكرا